أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا بلاير توغوتش اللي هنتكلم فيها عن أبرز نجوم المجموعة الثالثة والربعة من اليورو القادم في ألمانيا طبعا فرق المجموعة الثالثة اللي بتضم إنجلترا وسربيا والدنمارك وسولوفينيا أبرزهم طبعا منتخب الإنجليزي منتخب الإنجليزي عنده لعيبة كتير جدا لا تعد ولا تحصى في المنتخب يمكن سارس جيت عنده قائمة بيحتار دايما يختار مين فيهم ومين اللعيب المفضل بالنسبة له ولكن المنتخب الإنجليزي لو جينا نبص 26 لعيبة اللي ضموهم في القائمة هنتكلم طبعا عن هاري كين وبوكاي ساكا كلها نجوم كلها معروفة ما يعتبرش فيهم نجم جديد على السحر غير آدم وارتون نجم كريست البلس اللي ممكن يشارك كبديل مع إنجلترا في المحطات اللي جاية في اليورو لكن لو رحنا للمنتخبات التانية وأبرزهم منتخب سولوفينيا اللي كان مفاجئة التصفيات وقدم أداء كبير جدا منتخب سولوفينيا طبعا اللي عنده يان قبلك واحد من أبرز حراس أوروبا عندهم نجم مش طبيعي ولعيب هائل جدا زي بنيامين ساسكو ساسكو اللي تقالك بشكل كبير جدا مع لايبزج السنادي ومحطة أنظار الفرق الإنجليزية يمكن أبرزهم التشالسي واللي هيموت عليه بشكل كبير جدا إدارة التشالسي والكشفين بتوع النادي بنيامين ساسكو مع منتخب السولوفينيا في 29 مبارا مسجل 11 هدف وكل الأمال السولوفينية محتوطة على بنيامين ساسكو وطبعا إليسيتش اللي كان طبعا بيعود بعد رحلة كبيرة جدا جدا من التوقف كان نجم فريق أتالانتا السنة دي طبعا بيلعف مع ريبور السولوفيني وهو نجم من نجوم منتخب السولوفيني في الفترة السابقة بحطوط عليه أعمال كبير جدا أنه هو يبتدي يرجع لمستوى المعهود ولو رجع إليسيتش لمستوى المعهود هنشوف لعيب كبير جدا في اليورو اللي جاي المنتخب الدنماركي طبعا شوفناه في اليورو اللي فات والتقلق اللي حصل بفترة اللي فاتت دي كلها ولكن أبرز نجم يعتبر لمنتخب الدنماركي وراثموس هايلاند مهاجم منشستر رينايتد كلنا عارفين وطبعا وكلنا عارفين هايلاند قدم مستوى كبير جدا مع تالانتا الموسم الماضي ومع منشستر رينايتد في الموسم الحالي ولكن هايلاند محتوط عليه أمال كبير جدا مع منتخب الدنماركي أنه هو فعلا مهاجم هداف هايلاند اللي في 14 مباراة مسجل 7 أهداف رقم كبير جدا ومتوقع أنه هو يوصل لأكبر عدد من الأداف على منتخب الدنماركي في اليورو القادم يمكن المجموعة الثالثة شحيحة شوية في المواهب المنتظرة في اليورو اللي جاي ولكن طبعا لو رحنا المنتخب السربية هنلاقي برضو عندهم نجوم كويسة جدا وأبرزهم سيري يومولينكوفيتش وميتروفيتش مهاجم طبعا الهلال السعودي ولكن هناك برضو نجمه منتظر أنه هو يقدم يورو كويس جدا لازار سامارزيتش لاعب نادي أودونيزي الإيطالي متقلق بشكل كبير جدا في الدور الإيطالي يوفينتوس عايزو نابولي عايزو عنديها كتير عايزاية منتظر أنه هو يقدم يورو كبير جدا اللي جاي مع المنتخب السرب المجموعة الرابعة اللي أنا باعتبارها من أقوى مجموعات اليورو السنة دي اللي بتضمه منتخب بولندا وهولندا وفرنسا والنمسا أربع منتخبات من أقوى ومنتخباته الأوروبية طبعا أبرزهم منتخب فرنسا وبعد كده هولندا ولكن مستقب منتخب النمسا قوي جدا ومستقب منتخب بولندا طبعا كويس جدا لو جينا نتكلم عن أبرز اللعبة الوعدة اللي ممكن تطلع من المجموعة الرابعة عندنا طبعا يمكن أبرزهم في المنتخب البولندي نيكولاز علويسكيز علويسكيز المتقلق بشكل كبير مع روما وبيلعب أساسي كظاهير مع الفريق الإيطالي طبعا السنة دي متوقع بشكل كبير جدا أنه هو يقدم يورو كويس جدا السنة دي لو رحنا لمنتخب النمسا هنلاقي كريستوف باومجانتور لعيب كويس جدا ولعب مع ليبزيج السنة دي وقبل كده تقلق مع هوفنهايم في الدوري الألماني حتى مع منتخب النمسا ولعب 38 مباراة وسجل 15 هدف وشفناه تقلق بشكل كبير جدا في المبارات الودية وسجل واحد من أسرع الأهداف في تاريخ المبارات الدولية لو رحنا لمنتخب الهولندي هقدر أكلم عن اتنين لعيبة يمكن أبرزهم طبعا تشافي سيمونز اللي هو يعتبر واحد من أكتر اللعيبة أو مواهب الأوروبية الوعدة وكانت شافي سيمونز شفناه حتى برضو بيتقلق مع هولندا في المبارات الودية وشفناه بيتقلق مع هولندا في التصفيات شفناه بيتقلق مع ليبزيج السنة دي في الدوري الألماني وعام المسم تاريخي وسجل فيه 10 أهداف وسنع 13 هدف لكن النجم التاني بالنسبالي وهو واحد من أكتر اللعيبة اللي لازم نحط أعنين عليهم جوي فيرمن تفكر هذا الاسم جيدا لأن جوي فيرمن مقدم موسم تاريخي مع آيندهوفن كان أكتر لعيب صنع أهداف في الدور الهولندي صنع 16 هدف الموسم ده في الدور الهولندي بس وبشكل عام هو تصنع 19 هدف مع آيندهوفن ومسجل 7 هدف الموسم ده جوي فيرمن يعتبر من أكتر اللعيبة الوسط الواعدين في أوروبا عنده 24 سنة بس لعيب كويس جدا ولعيب هايل نحط أعنين عليه السنة دي في اليورو مع منتخب هولندا وأكيد هيكون أساسي منتخب الفرنسي طبعا حدث ولا حرج عنده نجوم كتير طبعا مبابي ديمبلي لعيبة كتير جدا ممكن نتكلم عليهم باركولا حتى نجم باريس سان جرمان ولكن منتخب الفرنسي فعلا ما عندهش لعيب وعد أو لعيب مش معروف نقدر نتكلم عليه كل لعيبة منتخب الفرنسي نجوم زي ما كل لعيبة منتخب الإنجليز نجوم